اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على ما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية من تعاون في مختلف المجالات ومواصلة تعزيز تلك العلاقات وخصوصا في المجال العسكري والدفاعي والدفع بها نحو افاق ارحب من العمل والتنسيق المشترك جاء ذلك لدى لقائه سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سعادة اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع سعادة السيد ريتشارد سبينسر وزير البحرية الامريكي والوفد المرافق له حيث رحب سموه بالسيد سبينسر منوها سموه بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الامريكية وجهودها في حفظ امن واستقرار المنطقة ودعم فرص السلام فيها وخلال اللقاء استعرض سموه مع سيد سبينسر القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر